شرع عاد العيد و عادة الانشيد نرقص نتصافح و نغني و نفعل و نريد سلام سلام حبيبيتي كراكم دائرين ان شاء الله يا ربي قعد تكونوا غاية و انتم ما تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا الزينات ما ازلنا مع سلسلة حلوية العيد اللي مجبت لكم حلوة سهلة وتجي بزاف بزاف بنينا و بريسيش في نفس الوقت حاجة اللولا جي بيوعة حطي فيه تقريبا 125 جرام زع مارغارين زلت عليها مغرف كبيرة انتا السكر نعم و زلت عليها حبة صعبية تكون درجة حرارة الغرفة وهنايا غادي نزيد لها مغرف كبيرة انتا تويسكو اللي هي شوكولة انتا الحليب وهنايا غادي نعطرها بالعطر انتا البخانيني ما عندكش ديري لفاني عادي وهنايا عندي تقريبا 3 مغارف كبار انتا مكسرات كانوا عندي تشكيلة مكسرات المهم لبنات اهنا ما ترحوهم شرقائق بزاف رحوهم شوية خشين هكابش يجو بينين ما عندكش ديري غاية الكوكاو سينستغني على المكسرات عادي احنا يا بعد ما خلطي قاعدو كل مكونات ملح ملح تندمجوا لي غادي نزيد مغرف كبيرة انتا ماي زينا ونخلطها غاية حتى تندمج مع الخليط الاول اهم حاجة لبنات راني كل مرة نقولها بصح ما عليش نعود نقولها انكاو تكون دخلتك شوحدة جديدة المهم المكونات كل ما تديري حاجة لازم لك تندمجها ملح ملح هكابش اللي قاطعك يجي كشيش ويجي بزافة بنين مايجيك شابز احنا يا داروك غادي نقعد نزيد في الفارينة وغادي ندير بالنسبة للفرفارة غادي ندير ملعقة صغيرة مشي مع مره ملح ونخلطها ملح ملح ونجمع حتى نتحصلوا على العجينة تكون الطريا وفي نفس الوقت ما تلسقش في اليد والحاجة اللي نأكد لكم عليها هي اي نوع حلوية تدير وتكون فيه الكاكاو ولا يكون فيه الكوكي ولا اي نوع مكسرات ما تنشفوهش بزاف على خطر الكوكي ولا المكسرات ينشفو لكم لابات هنا عادي درتكيس بلاستيكي رشي تخيب بحاجة قليلة بركنز عفارينة حاطيت العجينة سعي وحليتها عادي وغادي نبدأ نطبع هنا سوف نعطيكم اثنين الأنواع لطبع طبابهم ياما الدائري ياما القلب هكا بشاهدة الحلوى اديكم موالا أرواح هنا بالنسبة للسمك لا تديروه شخشين بزاف الليبنات وما تديروه شركيك بزاف لأنه سوف نديروه حبة على حبة هذا هو السمك اللي لازم انكم تحصلوا عليه شوفوا الليبنات هادا كل المكسرات يبقوا بيني لكم في الحبة هنا جبت البلاتو تعيلي تخلوه فوق حاطيت هادا كل الدوائر كامل اللي كنت اضبعتهم وغادي نجيبوه كوبات وغادي نسيون قسموا هادا كل الدائرة على اثنين ما عندكش هادا الكوبات عادي يجيبوه خودمي وقسمي بيه نورمال كيما راكم تشوفوا الشيلات المهم هادا كل الدائرة كي تقسموها لقل نصفين يجو قد قد عبري كيما نقولو احنا عينك تكون ميزانك هنا تدرتهمي طيب وشعلت لهم التحت كي يدولي هادا كل التحميرة تبغوا تشعلو لهم الفوق حاجة خفيفة تبغوا تخلوهم كيما هاكا هذا هو الشكل سحم بعد ما طعبوا بالنسبة للحشوه لازم الليبنات تخلو لقاطو تحكم يبرد دم اللي يحملهم بعد عادة تديرو لهم الحشوه مداخل هنا الحشوه تبقى اختيارية اما تديرو كيما درس انا درت كتافيت فقط بشوكولات ليطالي كما ممكن تديرو كريمة الزبدة ديرو سوبر كريم ولا ديكو جيل كغامال اي حاجة المهم الى درتو كيما درت انا ودرتو شوكولات ليطالي ديرو كمية اللابس بيها اطلقوا يديكم كي تكونوا تخدموا هكا بش اللافخص تجيبين بدا كي تكسموا الحبه هذي انا غادي نكمل كيما هذيك الكمية اللي كانت عندي هنا غادي نوريلكم ما ما عندك شبوش عادي يخدمي بالملعقة عفوا المهم ديري كمية اللابس بيها هنا بعد ما كملت كاي الكمية اللي كانت عندي درتهم فت اللاجة خليصهم مدة هكا بشتماسك لي هذيك الشوكولات وكينا بده نقلاصي فيها الحبه سعي تبقى تابتا بالنسبة للتزيين اللي بناس هنا كانت عندي كمية تاع الفيتي نتلقوها عن اللي بيعوا لوازم الحلويات زيت لها شوية تاع الناكخي الضوغي هكا بشتعطيني هذيك اللامعة وإلا ممكن انكم تزينوا باللوث بعد ما تكونوا قطعتوه الى قطع تكون باينة شوية دروك هنا كيما لكم تشوفوا دوب تقريبا ميتين جرام تاع شوكولات أولي زيت لها زوج مغرفة الزيت بعد ما ذابت وغادي نقلاصي بها الحبه سعي هنا بالنسبة للقلاصات غادي ندلكم زوج طرق كيفاش تقلاصوا الحبه سعي يا إما تحطوها كما هكا وتبدو تقلاصوا بالملعقة عادي ومن بعد هنا يستيوا تقلعوها غير بالفرشيطة سعفوها برك على هذي قلت لكم لازم تكونوا تطبعوا فيها ديروها شوية يخشينة هكا باش كي تحطوا الحبه توقفلكم عادي وبالنسبة للتزيين لازم قبل ما تبرد لكم ولا تنشف هذيك الشوكولات تديرو هذك الفيتين بتاعكم ديرو الورقه الذهبية ديرو ورد الشووش أي حاجه تكون عندك زيني بها ما تقيدش أنا هنطيكم الفكرة وانتو ما أبزوه المهم غادي نوري لكم ضربك طريقة الزوجه هكا اللي تبغيت غلاسي وتخاف الحبه تطيح لها من الفرشيطة ولا عادي يحطي الحبه تاعك غلاسيها نورمال المهم تأكدي باللي عمرتي كامل هذو كل الفراغات ما تخلوش الحبه تاعكم عايبة بمعنى تكون ناقصة شوية شوكولة وهنايا نضربوها شوية هكا باش نقلعو هذو كالزوائدة شوكولة سعلا طريقة سهلة وهنا غادي نرفضوها بجدينة غادي تقولوا لي تخصت علي يدي كوعدو لا ما يكوعدوش على خاطر فهادو اللي كوتي غادي نعمروها بهذا كل الفيتين ونحطوها لازم لبنات انكم تحطوها في كيس بلاستيك باش مبعدا كي يديمولوا الحبه تاعكم هتلسقلكمش بالزاف اللي كي يقلاصوا اي نورة حلوية يحطوهم فوق حاجه تاع بلاستيك وبعد ذلك يجي تقلع الحبه تحت تخصر لها بالنسبة للتزيين كما نشاهدو كين حبه تدرت لهم هذو كالفيتين وكاللي درتوهم اللوزدر وغادي نفينيهم نقلع لهم كاحد وكل البقايا اللي يجوا متصحت وهنايا كما نشاهدو حبوباتي بعد ما كملتهم درتهم في الكيسات ديروا في الكيسات كيما هكا كيما ممكن ديروهم في الكيسات انتع انتع تمر بيجي تمر فخصي المهم هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوية تاعنا تاع نهاري اليوم ستقوني جات بزاف بزاف بنينو وتقطع كمية كبيرة كما يكتوفو حبه برق قصبناها على اثنين وحنا درنا قاطوه ولا اروع بريستيش يجي بزاف بزاف بنينو نتمنى انكم تجربوها وكيما قلت لكم انا تعمت هادا كل الكوكا والمكسيرات اللي تديروهم الداخل يقعدوا بيننها كباش كي تاكلوا الحباء جيبينة وكيما العادة المزدقية تعال وصفه وتعالي قنات لازم انو نقسم لكم هاكا باش تشوفو كيفاش يجي الشكل الصحم من داخل وبالنسبة للتزيين اراني ازيت لهم هذيك الورقة الذهبية باش تعطيهم لمسة جمالية موكي تديروها كما ممكن تستغنوا عليها وهنايا كما لكم تشوفو هذيك الشوكولات اللي يدرناها من داخل قلت لكم ديرو كمية لابس بها هاكا باش تقسمو الحباء جيبينة شوفو هذك المكسيرات اللي كناظرناهم تاني جوبينين ستقوني جيب بزاف بزاف بنينو خاصة ان عشاق شوكولات نصحكم بها يجي مزيج ما بين البخانيني بين المكسيرات بين شوكولات ولا ارواح شوفو اللي بنات راه يدوب في اليدقبل ما تدوب في الفم نتمنى انكم تجربوها كانت هادي هي وصفتي اللي نحن اليوم شالله تكون لتعجبكم بينصر اللي عزبتها الوصفه تخليلي جمب بارتجها محبباتها مع العيلة حكا بشتعمل فائدة على الجميع قلي غير استودعكم الله قولكم الى فيديو اخر سلام اشتركوا في القناة